اشتركوا في القناة دوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة من مختلف الأعمار هدفنا أنه نقدمهم أو تحسين الصورة اللي دائماً مجتمعنا بنظر فيها لدوي الإعاقة أنه عادةً يا أما بدهم يكونوا نظرة الشفاء أو البعد والنفور لكن إحنا بنقدمهم كقصص نجاح إحنا بنقدمهم كناس عندهم إمكانيات لكن مش مستغلة في مشكلة هون بدي أنا أركز عليها أنه دوي الإعاقة تحديداً بعد عمر 16 سنة ما في مكان يحتضنهم يروحوا عليه أنا ممكن تحديداً الإحعاقات الذهنية إنه لا في مراكز ولا في مؤسسات فهم حبيثين بيوتهم بالأحرى هن وأمهاتهم فهذا البرنامج كان كفيل إنه طلعهم من البيت وعم بيجوا وبشتغلوا وبتعلموا يعني مش بس إنه عم بشتغلوا إنه عم بتعلموا وعم بتطوروا مهارات ما كانت مبينة عندهم بالإضافة لبرامج الحرف اليدوية اللي هو برنامج كبير يعني إثناء لنا سنة بنشتغل عليه إحنا كمان عنا فرقة كرال اللي هي بتركز على موضوع الدمج المجتمعي تحديداً يعني الدمج إحنا هو رسالتنا إحنا بدنا الكل ييجوا يشتغل مع بعضه وعملنا نادي صيفي كمان كان الدمج والفكرة كانت إنه الأطفال من غير الإعاقة يتشاركوا مع الأطفال اللي من ذوي الإعاقة أو الكبار فالحمد لله برنامجنا يعني هيكم زي ما إنتوا شاكين المعرض اليوم في إنتاجات مختلفة لعدة أشخاص بس إحنا بحكم وضع الكورونا كتير قلصنا وما حبينا نكبر الفعالية إحنا عم نستصعب إحنا نتعلم هذا نوع من الفن تحديداً الرسم على الأزاز بده دقة بده تركيز كتير فلما بده يجي إنت بتتعامل مع أطفال عندهم توحد عندهم متلازمة داون عندهم مشكلة بالسمع أو بالنطق أكيد مش سهل مش سهل أبداً بس الحمد لله قدرت بالحب اللي قدمت لهم إياه قدرت أوصل لمرحلة كتير متطورة وكتير حابين هنا الشغل وأنا كتير مبسوطة منهم الدنيا كانت طبعاً لأنها سنها كبير مش 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 تركي معياتها إيش لأنه ما حد بقبلهم بعد 16 سنة فندلت علينا ستتسوها يعني أخذت الدنيا فكتير كانت فرحيتها كبير واشتركت بنشاطاتي كتير فنون يعني مش أنا إمها اتفاجأت بنشاطاتها وبطريقة إبداعها كان لأنها دنيا هي لعبة تنز دولية وشاركة بمسرحيات كمان ففكرت إن هاي ميولها خلص يعني لحد ديت هونو بس فلما شاركت بمركز فن من القلب أبدعت بالفسيفساء بالرسم شغلات ما كانتش تختر عبالي إنها رح تبدع فيها وهي كتير كتير مبسوطة على المشاطات اللي بتيجي بتعملها يعني بطريقة إبداع ببين إنها مبسوطة كتير عليها وبتجاهز حالها معاد المركز قبل بوقات يعني بقولها لسه بأضاد تقيها جهاز حالها معاد المركز